اشتركوا في القناة 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 يعني من واحد يقول ما اجزت لي مرة الى واحد يقول هذه من اعظم الالعاب غير نظام القتال شوي الخايس يعني سبب التغير انا هذه ناقشتها في ودكاست ثاني انه بحيان ما عندنا حنا تحكم على اذواقنا وراءنا نلعب على بعض اذا قلنا كذا انه كانت مثلا نتجرب شيء ما جاز لي تعطي فرصة ثانية عقب اسبوعين مثلا اكل يطلع خلاص مفضل عندك ما ادري هل هو مثلا واحد خلا يعني عقلية تعرف مثلا بعض الناس ما يبي يجرب الشيء واذا غصبته بدون نفس حيث انه يعني يرجع نذكر واحد كنا بنروح دورة بعدين قلنا بنروح ديرة حلوة دورة ديرة فقاله ايطاليا قاله فرنسا قلتنا واللي معي لا احنا رايحين فرنسا خلها ايطاليا والله في الطيارة فوق ناظر قال شكلها ديرة ضيق الصدر قلت ما شفت شيء من حلال انت جوجل مابس قاعدت ناظر فالناس اذا حط في بال الشيء يا رجال شف مثلا واحد حق ديجل فاوندري حط صور فورتسا و جي تي بس قلب الليبل يبالي عبع الناس نفس الشي جوك حقين جي تي عندهم الصورة مكتب علي جي تينا حسن وحقين فورتسا عندهم الصورة على فورتسا حسن هو قلبها يعرفت يعني سبحان الله سبحان الله سبحانه شلون يعجبك الشي اللي انت تابعه حتى اذا كان بالغلط يعني يعني كنت يقول لي كان يعجبني كلام ريان لدرجة ان حتى الكلام لي مو بكلام ريان لو واحد قال لي ريان يعجبني اول ما يقول لي لا هذا مو بريان طلاعا كان بقدرة قادر ما يعجبني فاعتقد انه يعني الشي اللي قدرت فيها قبل ما لسبب ما والآخر ما جذبني ذاك الوقت ممكنني كنت متشبع ممكنني ما عطيته فرصة يعني اعجبني هنا اللعبة كلها في مبنى واحد ضخم جدا الخريطة شكلية فقط لازم انت تقرأ العالم لازم تقرأ اللوحات لازم تعرف لازم تحاول فيها لعب منصات واجد ومناقذ لماكن سرية هذا مرة جاز لي يعني في مفاجأة في كل مكان يعني اقدر اعطيك تصريح ناري ان الاستكشاف فيه احسن من الدر رينج ليه احسن من الدر رينج ليه احسن من الدر رينج لان الدر رينج مليانة اشياء بحيث انك في الدر رينج وين ما تروح بتلقى شي فباستكشاف صدق زي ما هو انه كنا واحد مدخلك ملاهي وانت مغمض وين ما تروح بتطيح على شي هذه لا هذه واجد ما تلقى الشي الا دقعة تدق ليه فيك هذا ليه الشباك اللي فوق قزاز ما هو عليه حديد خلال اجرب تسلق واكسره فاعجبني الخيال عجبني الافكار اللي فيها فيها يا رجال الفلوبيات تطير فيها اشارة مرور اذا ولعت حمره عليك ترجع وتضاربك فيها فيها اشياء غريبة يعني فيها خيال فيها توجه فني رهيب وفيها استكشاف مرة وحتى للغاز واذا تحسنها لا هي بصعبة ولا هي بسهلة شير وحيد القتال شوي ما جازلي يعني وحتى يعني الوروك عندي زينة بس انا اقول لك الوروك الذات لا تلعب على البلاي ستيشن ولا توقع على اكتروكس لعب على البي سي اذا تقدر لانه تعاني يعني مرة محركها يعني تقرر تقول اقوى من امكانيات الجهاز ولا شي غيرها كالعاب لعبة لعبة سعودية الله وشي اسمها تانجلز بس كناها تانجلس يعني بس اكثر T-A-N-G-L-E-S وليس G ELS لا LES فهي مجانية على ايبك ستور أنا قاعد تدورها على ستيم استغرفت ما رقيسها بس إنه حط على ايبك والمطور حتى كان يقول إنه يعني أسهل واجد من البلاي ستيشن والشي اللي لازم مدري لازم سجل تجاري عشان تنزل عليها لعبة هنا ف اللعبة يعني مرة قصيرة قصرت مني أقل من الساعة وأنا بطيء بالألعاب كأنها أكثر ديمو ولا بروف كونسب يعني سنة مجانية فكرتها هي فرس بيرسن تبدأ أنت في مكان كأنه مخيم ولا مو مخيم من حد فيه خيمة كسلي كامب ولا شي بس مثلا تلقى يعني دولاب مقفل تشوف ساعة تطلع ففيها الغاز مثلا تلقى مثلا فيه باب بس الكهرباء خربان فلازم تجيب لزق كهرب وتصلحه السلك ولا لازم تجيب بطاقة عشان تدخل المحل هذا عشان تفتح الباب وتنحاش يعني هذا هدفك على الأقل ما ذلك يمكن مثلا هذه كانت حلقات مع أنهم ما سموها فبقى مثلا أن يعني تحتاج بعدين أنك والله فيه فيوز لازم عشان الكهرب بس في نفس الوقت فيه بخار فلازم أدور فالف وبعدين أحطه وقفل وفيه أشياء كيبا أحيانا الرعب فيه الجو يعني على بعض تكر تقولنا شي بسيط بس يعني الرسم على الغاز ما عليها يمكن الملاحظة الوسيطة عندي أن أعتقد أن مؤدس صوت واحد عربي أو سعودي بس يتقن لهجة الإنجليزية مرة لأن طالعا 99% كنا أمريكي أردت؟ هذا اللي يسمونا أنكاني فالي إذا قالك أنكاني فالي اللي ما هو لا 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 أبد شوي تقول كنا تحس كن فيه شوي بس الحوارات شوي لأنه ما في حوارات صدق ممكن ما في لنت فأتكلم نفسك فالحوارات صدق يعني الحوارات شوي معنى يعني ونلعب كنترول قد حتى كنترول فيها شوي شوي اللي مثلا I open this it doesn't open I need to open it what do I do now يعني توجيهية أي توجيهية وشوي يعني ما أدري وكا يعني شي خليك ترجع تلعبها يقولك أنه عشان تعرف القصة زين في مستندات سرية فالمستندات تظهر في مكان وتختفي يعني مثلا إذا فتحت الباب هذا يطلع المستند إذا نزلت تحت في القبو خلاص يختفي فيعلمك أول واحد كهنت ويمكن بعدين يعلمك البقية هاتي كلها خمسة يعني فيش شي يزوج شوي ممكن كل ما سويت على غالتوم أكشن يعني روح أدور روح أمر على المحلات من جيد تلعبتك كيبورد وماوس يعني ما فيها يعني ذاك الأكشن في شي بسيطة يعني أنا تتهمني مثلا إذا جيت تفتح مثلا إذا جيت مثلا عند باب تفتحه أنا طولي طلع لك الغرض اللي تحتاجه يعني كنا شوي كنترول أو لا كنترول لا تختار مي ملعاب اللي مثلا روح أختر وجرب على كلش وأيضا إذا ما عندك يقول ما عندك الشي اللي يفتح ذا ما يعني فيها يعني زين إنه في شوي توجيه في حتة حركة ذكرني شوي بألون ويك ريماستر لأني قاعدت تلعبها بعد لأني رجعت كل ألعاب رميدي خاصة أنا أعلنها رميدي أحسن استوديو غربي اكتبها حريح الناري اي لا استوديوات غربية ما يعني وش بثستة ولا شي ما هي بمرة يعني بالنسبة لي فهم يعني لو فنلنديين بعض هاوس مارك فنلنديين فمدري فنلندا شكل فيها شي بيلي سافر بس عشان شوف لألعاب عندهم ف هذي تنقص مجوزة مجانية ويعني تحسنها يعني علاقاتهم proof of concept يعني أوكي هذه لعبة first person تحكم فيها زين رسوم جيدة فيها سرد فيها مستندات تشرح لك ان هذا مكان غريب وكذا وفيها حركات حليعة مثلا نجيب لك يعني كان لك تتخيل طيارة تطير يعني ما هي بشي بسيط الستوديو اسمه سهم وموجود زي ما قلت على ابيك جيمز مدري ممكن مثلا على بلايستيشن إذا جاء لعبت لعبة حس مكتوب عليها ريان وش خاف تزعل جي تي اي بسان اندرياس على الجوال معروفة هذي انت هو نازلة لا هو مو قصد انك casual قصد يعني انك حس انك in the hood رفض انا اي فتن الهود لا انا مو على اسافة casual ما لعب يعني ما احتاج اي ترى هذي ببداية اللي يقول لك اوه شيت here we go again عقبها تبدأ تتحكم باللعبة فهي اصلا فكرا ان الظهر نزلت نسخة مزمان وهذه نسخة تباع بالمتجر بس ايضا ذا مشترك نتفليكس الثلاثية تجيك 3 Vice City وسان اندرياس انا مخلص او تقريبا مخلص 3 و Vice City في وقتها هي سان اندرياس اللي عقبها تشبعت ولا عد خلص تلاهي ولا 4 ولا 5 فهنا نزلت سان اندرياس وقعدت تلعب بالباكبون هذا اللي تركب على الايفون ويصير كأن PSP ولا Vita وجيدة يعني ما دري حتى على جوال يعني يمكنها بجودة اللي انزلت على البلايستيشن 5 ذي اللي مخيصة كانت فعندك 60 فريم عندك الفلتر زين طبع ما دري يمكن حيسين بعض الاشياء بس كلعبة يعني تجي مع اشتراك نتفلكس وتدعم اليد لذلك حتى السيارة LR مثلا مو باللي أوكي بس السيارة جايبين العيد مثلا تضغط B ولا شي لا LR ونسيت نفيها سامويل جاكسون اللعبة هو وين كان هو شرطي شرطي أسود في البداية تعرف الشرطي الأسود اللي أشد على السود من البيض فزي كذا اللي يقول أنت تذبح شرطي يقول توي جاي ما سوت شي فيعني لعبتها شوي بالنسبة لي أول مهمة اللي راح جب السيكل اللي وشت المهمات ذي اللي راح خذ السيكل يعني شف عندك لعبة زي ماذا كنترول أسوأ مهمة فيها راح للمكان لنك عندك تلك الكنيسة تقطير أشياء طير أشياء كذا براميل فيها كيماوي واجدعها بفرن يعني أحسن بواجد هذه أسوأ مهمة وجوهم كأعداء فصقعها فيهم وكذا فعنا عندي هذه كانت مشكلة نرح خذ السيكل ويالله رجعه ويالله تمشي وكذا بس سلع بعادة الحوارات وأذكر هي الجي تي اي اللي كنت تقدر تسمن إذا كانت واجد وتروح للنادي بس مهمة السيكل اللي أذكر في وقتها يعني كانت والله أنا فوهي أتمليت منها أنا أزين أني أذكر أشياء بالعلقات والتايم ستامب هرفت يعني أذكر ذاك الوقت كنت أقول لأني ما لعبت عقوب ما لمست حتى الضار عقوب أول ما شف اللي ما جبت الجي تي اي يعني بيكون تحمل هذه يعني أنا أحس أنه كأنه مثلاً لو أقول لك مشكلة طور القصة في تيكن اللي بس قصة بس حسنا يعني أوكي يعني الانتقاد مفهوم بس في نفس الوقت لا يمكن علاجها يعني بس موجودة على الجوال يعني يقدر واحد تقطق عليها شوي على أقل فهذه صراحة الألعاب اللي عندي ما عندي صراحة منت كنترول يعني بالعلاج شوي أشوفك تنزل صور كثير بس هذا نقطة يعني ما أعجبت وقتها وشي كنترول ايه ايه انا انا بالنسبة لي هذا مثير اهتمام ان يعني كيف اعطيك مثال آخر على السريع يكوزا انا جربت وان وثو ما يعني واجد تجربة العاب ولا أكملها بعدين نزلت جزء الساموراي اللي اسمه كينزان لعبته وأدمنته فرحت شراء تولي وخلصت وكان بالياباني الضال حتى بعدين مجت ثري شيخ لعبي 160 ساعة يوم يوم جت فور يالله خلصتها تغصبتها قلت خلاص يوم جت فايف ما شرأتها الين نزلت زيرو بعد كم سنة ورجعلي فعزبو حين تشبع نشي رزن تيفول ريميك اللي نزلت عام الفين ومدري كم ثلاثة مدري واحد بدبتها نازلة أذكر في وقتها لعبتها وقلت يا أخي ذي اشتبي لا هي باللعبة الأصلية ولا هي باللعبة جديدة ما فهمت أنا فكرة ريميك يعني شو لها لعب لعبة مختلفة عن الأصلية ومختلفة عن الألعاب الجديدة بعدين عقب مدري كم عشرين سنة بدي خمسة عشر سنة ما عاد في ذا النوع من الألعاب اشتكت لها فهم يعني تجد تحلل بأكثر من طريقة تجد تقول أن الواحد أحيانا يعني يحتاج وقت لعقاتهم شيء يعني بحيان تناظر مسلسل وممكن تناظر حلقة وعقب يومين حلقة وعقب أسبوع حلقة وما لك خلق مرة وما أنت مقتنع فيه وتقول والله شفت ربع حلقات ما جاز لي ويتفاجح تواحد شون شفت ربع حلقات ما جازت لك ما جاز لك ياخي ذا يجذب على طول وبين تلقى في ظروف أخرى ويش ترى المسلسل خلا بأشغله وفو شذعت ومثال حلقة رابع حلقة فمو بن في وقتها يعني توقع لو أني بقييمها كان يمكن جازت لي لو فيه شوي دافع عرفت؟ بالعكس يمكن لو تقييمها كان تقييم هي أشف ممكن دافع بس ما توقع ما هو دائماً الدافع التشبع كيد دائماً له دور ما في شك والتوقعات غض النظر توقعاتك مرة يعني دائماً أي شيء تنتظرها عندك توقعات له بشكل أو بيان أنا وضع ما كنت تنتظرها بالعكس يعني أنا كنت رميدي ذو لأقول نعم ديذكروا من ماكس بين بس نتظر أن المؤدي الصوت مضرورة هي أكسد يعني الأشياء اللي ممكن تأثر على التجربة اللي أول مرة وبعدين تتغير الشغلة الثالثة يعني أنا على الأقل مو بالألعاب لكن في الأنمي مثلاً أو سلسلات سلسلات بشكل أقل المزاج يعني أنا أحياناً في أشياء كذا ليش ما تشوف العمل هذا أنا الآن أدري أني بحالة مزاجية ما تسمح لي أشوف شيء في عمق كذا أنا بشيء متخلف فمثلاً بلو لك يوم نزل هذاك أنا شايفة مبسوط عليه رغم من أبسط الأشياء ما في أية شيء أنا داخل أنا عارف أبي كذا بلو لك لو أني شايفة بعد مدها الناس وأنه لا يفوتك شيء خرافي كان ممكن من أزبل الأشياء لأني بسجة داخل وأنا عندي رغبة أني أشوف شيء خرافي فأتوقع إذا أنت مع العوامل مليون عامل الثاني المؤثرة إذا أنت عارف أنت الحين وش مزاجك وش يبي طبعاً مشكلة بالألعاب إذا أنت ما تبيت تشوف وش فيه وش ما فيه تدخل على عماها غصب وإذا دخلت على عماها ما تديش تتوقع وبالتالي ما تقدر تقيم مش حد كمزاجية يعني يمكن الشيء وحيد تقدر توقع أنه هذه اللعبة عالم مفتوح أو اللعبة خطيه هذا الشيء وحيد اللي بيعطيك انطبال بس يعني انترستن والله كيف يعني مثلا التحول اللي صاعد أنا أزيد على كلامك شفت أنا بقول لك أن مؤدي صوت ألان ويك ترى غير الممثل ممثل فرنلندي أو يمكن سويدي ما أدري بسي لهم اسمه فرنلندي مؤدي الصوت واحد أمريكي فمؤدي الصوت هو أيضاً الممثل ومؤدي الصوت الشخصية في كنترول تمام وهذا يطلع لك واجد في كنترول على أنه كذا عالم المهبول بس بعدين هذا يعني ما تبقى حرق لنا زي مهمة جانبية وفيديو زي شخصيتك تكتشف فيديو ضار فيديو يعني زي منسج خيالها يغني أغنية كذا استهبالية طيب فتعرف أني بس ربطت أنه أوكي المؤدي صوت حق ماكس باين هو حق تعرف ماكس باين صح؟ فأنا زي اللي عقم ما لعبت Alan Wake 2 وعجبتني لحد كبير لعبت Control أدور أشياء مشتركة عرفت أنه في عوامل واجد مهب بيدنا أنا بس سعيد أني أعطيت اللعبة فرصة تعرفت أنها ما فاتت علي لأنها يعني من زماني من سنتين ثلاث ما تحمست اللعبة زي كذا يعني هذا أتوقع لازم إلا الأخوة المستمعين طول الأعتبار بعض الألعاب والله شوف الصدق أن أنا 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 شاري اللعبة أريدي عندك وقد جربتها وما عجبت كان شي نسخة ديجيتال أو حسيت أن واللعبة عليها كلام ليش لا بعد فترة عطتها فرصة ثانية لأن أنا أتوقع صدق التوقعات بتحديدا التوقعات يصير لها تأثير كبير مثلا سارفيلد خلنا من الناس اللي أعجبتهم مرة والناس اللي ما أعجبتهم أبدا لأنها محاكات في الناس يمكن كان عندهم توقعات معين ألعب واللعبة قال ايه طفش بعد كم سنة يمكن أو كم شهر يرجع يلعبها هو متوقع طفش ينبسط يا رجل واحد من الشباب شايف أنمي كينغدم ورحت نشبت لقيت يا أخوي لازم تشوف شي خرافي بس لازم تتجاوز عفن الانتاج في الموسم الأول قال لي أنا قد شفت أول وصدق مر غبي طبعا كينغدم دائما إذا قاعدت تقول للناس أنه ترى أول موسمين الرسم خايص يقول عادي أنا أتقبل يحسب أنه رسم قديم ما يدري أنه مقبل على شي كارفي فبعد إصرار وهو قد شاف قبل كم سنة يعني لأنه قدم دحوة له وشاف وشفت أول أربع دقائق ووقفته بسبب الرسم الرسم معفن رجع شاف كمل جاني قال لي يا أخي تصدق أني يوم شفته مو بالسوء اللي أذكره هو معفن مرة معفن ما في وش كنت تتوقع أنت بس لأنه شاف شيء أنصدم فيه فردت الفعل مبالغ فيها وبتل يتذكر خايص الحين يوم يرجع يشوفه يقول معنا معفن يعني ما فيها هي لا ولا ترك لا مخيس مرة مخيس تحريك غبي رسم غبي بس أنا ما أدري هو كان يشوف أسوأ فنفس الشيء كذا اللي هو كان داخل متوقع شيء جتها ردت فعل تلقاهية أتوقع نفس شيء ينطبق على كل شيء ثاني مسلسة اللعبة إذا أنت وقفت بسبب ردة فعل أولية مشاعرك صارت بعد فترة أرجع لأ إذا لي ألا بشوف ممكن ما يعجبك طبعا طبعا إذا عندك الوقت وعندك اللعبة وعينات وأنا يعني الخلاصة اللي قلتها يعني في بودكاست آخر هو أنك مهم معناها اغصب نفسك والله أنت ما عندك سالفة يا أخي اللعبة لازم تعجبك كيف ما تعجبك وإنما خل عندك شك صحي يعني لا تثق مرة ما جزت اللعبة ذي ولاحظ لاحظ أنه مثلا وحيان ممكن تلعب يعني أنا عارف ناس يعتبرون نفسهم سكوير إنكس فانز مرة بس ما يلعبون إلا كم سلسلة نفسها ما في عمل يجرب يعني إليين يصرون في ناس واجد يتكلمون عن شي زين نير فأنا أكثر دي وش أن كده قرأت تقييم لعبة والنقاط عجبتك مو قال هو سبعة من عشر أو الأثمانية لا قال مثلا فيها خيال واستكشاف واحد لعبة السنة فإذا أن شفت أن اللعبة من الكلام اللي أشوف من مواصفاتها مفروض تعجبني حاول تعطيها فرصة زيادة لأن كم كنت تخسر نفسك لكن مو معنا تغصب نفسك بس أعرف أن أكثر من شي ما كان جوز لي سواء مع مرور الزمن ولا تغير الظروف ولا زي ما قلت تغير مواصفاتها مواصفاتها التسريبات اللي صارت بس لو تبيت تعرف أعلى عشر ألعاب من إنتاج سوني مبيعا ورقام يعني مهولة هورايزون زيرو دون 24 مليون أنا قال اجي قرب أنا 14 مليون واجد يعني ترى سوني إلى جيل PS3 نهايته ما تصل 10 مليون حتى GTA Gran Turismo هذين عندك God of War اللي 2018 23 مليون أيضا هذه أرقام كبيرة يعني أنا ودي يعني أقولها بكل ثقة بس عندي شك بسيط أن Microsoft ما عندها لأن نجزتها أنجح شي كان 360 اللي كان جيل البلاي سيشن 3 اللي ما كان في العلعاب طرف واحد تبيع يعني أول تبيع واجد الثالث Spider-Man يعني تقل قائمة الآن تجي بالشوي الهم الرابعة Uncharted 4 يعني شوي تحسنت هذول 21 21 18 الخامس Last of Us Remastered Remastered باع أكثر بواجد من الأصلية وهنا اللي في نقلة من PS3 لل4 ما أدري شلون يعني Remaster على 4 باع أكثر من الأصلية معا بينهم سنة ما تقوم مثلا إيه عقوب 20 سنة بعدين Gran Turismo 3 يعني توا تأتي لعبة من PlayStation 2 عاد الباقيات Miles Morales Gran Turismo Sport Gran Turismo 5 يعني بس مثل ثمان بس في 30 في God of War 3 Remastered يعني واضح أن حتى Remastered لأن في خبر حين أن يمكن el God of War القدام يصير لها Remastered طبعا 3 صار لها Remastered على PS4 1 و2 نزل على PS3 وعلى PSP ولا Vita ضار Vita نزل لها Remastered فما أدل الحماس تقريبا صفر لأن يعني يعني لعبهم قبل 15 سنة ما هو يعني قريب بس لعبها يعني عقوب منزلت بشوي بس يبدو بمنها قاعدت بيع واجد ولا هي بMarvel اللي شوي صعب تحكمون فيها فليه ما ينزلون يعني Remastered 9 مليون يعني هذا مطير اهتمام فيه Bloodborne 7.5 بس أغلبها أيها الألعاب يعني اللي تتوقعها تصدق غيره يمكن هذا أكبر خبر أو علق الخبر اللي أنا يعني سجلته فما ما أدري أشياء ثانية توقع لها فعطنا البورد جيم البورد جيمز يطوي للعمر والسلامة اليوم في لعبتين خفايف اللعبة الأولى ما أحبها توكيو جونجل و رمبل بيرس يعني كلاوس رمبل بيرس رمبل بيرس نيشن كينغ كينغ أسف أنا كنت بس في لعبتين لعبه هذا لعبه طبعا أنا قررت أذكرها لأنها هو شيء سهل بسيط و بالمجتمع حق ألعاب البورد جيمز يعني موما لها تقدير عالي أنا بالنسبة لي عجزت أمبسطي لعبتها بظروف مختلفة وأعداد مختلفة ونسخ مختلفة فكرة اللعبة انه كل واحد يبدأ معاه على اساس وحش بس ما يفرق كلهم نفس الشي بالضب وتبدأ عندك الهيلث او صحتك 20 اتوقع وهدفك انك يعني تكون اخر شخص عايش او جمع عدد معي من النقاط خلنقل في 10 نقطة فعندك البورد او الشي خاص فيك كده زي اللوح وفيه ويلز او ما تشتبونها ليتفرى عشان يغير الهيلث حقك والنقاط ثادين اللعب الاول بيكون داخل توكيو اذا كنتوا خمس لاعبين او ست لاعبين بيكون فيه بالبورد مكانين فبيصير فيه اللعب الاول والثاني واللعبة ببساطة عندك ستة مروت لك المبدئي مرقمة واحد اثنين ثلاثة هذا الوجيه اللي موجودة بالنرد واحد اثنين وثلاثة ووجه فيه قلب اللي هي ترمز للصحة حقتك ووجه فيه مخلب اللي هو يرمز للهجوم ووجه فيه علامة البرك اللي هو الطاقة او الانرجية والعملة اللي تشتري من خلالها كروت الكروت نوعين في شي تاخذ وتستخدم استخدام واحد مكتوب عليه ديسكارد وفيه شي يكون قدامك قدرة مستمرة كل ما تحقق الشرط تطير مشروط طبعا شيئا معينة اذا جاك دمج اذا رميت رميها معينة اذا سويت تريش اذا انت موجود في المكان هذا سو كده فتبدأ اللعبة اذا جا دورك بترمي نرود الستة ومسموح لك ثلاث مرات تعيد رمي اي عدد تبيع من النرود اللي عندك يعني اول رمي رميتها عجبتك اربع اشكال حقيتها على جنب رميت النردين الثانية بعدين والله او غيرت خطت قررت ترمي الستة كلها عادي لك ثلاث محاولات بعدها خلاص زي ما قلت اللي هو اذا جبت المخالب بتهاجم بس الهجوم كيف اذا انت بره توكيو واللي هو البورد كل اللي بره توكيو يهاجمون اللي داخل واللي داخل يهاجمون كل اللي بره فيعني لو انت داخل توكيو وحنا اربع لعبين تقرر ترمي النرد جاك ثلاثة دميج بتهاجمنا كل وانا اللي بره ثلاثة دميج بينما انا لو رميت وفيه واحد بس اللي داخل توكيو بياخذ هذا الدميج وش فايدة انك تكون داخل توكيو اول ما تدخلها بتاخل نقطة وكل دورة تمر وانت لازل داخلها بتاخل نقطتين لانك قاعد تتدمج من عدد من اللاعبين فاللعبة قاعدة تكافئك بس المشكلة انك ما تقدر تتعالج نفسك والداخل فتضطر انك تطلع كيف تطلع؟ بمجرد ما يجيك دميج عندك خيار انك تطلع والشخص اللي سوالك دميج يدخل بذلك تلقائي يعني ما عنده الخيار طبعا شوال الخيارات اللي عندك زي ما قلت بره عندك الدميج اوكي هذا بتدمجهم القلوب اذا انت بره طوكيو تهيلك على كل قلب وان هيل ولا هيلت واحد والبرق عملة واحدة او انرجي واحد بدلا عندك الارقام الارقام اذا جبت ثلاثة متشابهين تاخذ النقاط اللي طالع يعني لو جبت ثلاث وحدات تاخذ نقطة لو جبت ثلاث اثنينات تاخذ رقطتين ثلاث ثلاثات ثلاث نقاط وكل مرة يتكرر الرقم زيادة من الست نرود تاخذ نقطة واحدة اضافية يعني اذا انت بي تجيب نقاط بدلا ما تتهاجم الناس تقليهم يتهاوى شوان على راحتهم تقدر تاخذ هذا الخيار الناس مبسوطين مرة طبعا سريع ما تاخذ وقت الناس مرة مبسوطين عليها كثير انا بالنسبة لي الصراحة كلا دائما لتجربة يعني اللي اوكي يلا بر بر بجرب وف قهر بس ما عمرها خلتني اصير على عصابي معني شخص يحب يعني الجزئية بوش يور لك في الالعاب اللي هي راهن على حقك ويارب تضرب معي يارب تسلك معي وقهر ما ضبطت اما انبسط عادي ضبطت ولا ما ضبطت حين ما ادري دائما احس ان سهل جدا كذا في نص اللعبة احسها زي منوبولي اللي فجأة كي بتلعبون بدن فجأة بتتبهون ان والله في اثنين دولة غالبا واحد منهم اللي بفوز انت مالك امل اللي ستركت معك ويلا قعدت انتم بالاثنين انا ممكن احدد من اللي بفوز منكم ودائما تاخد نفس المسار قول الثلاثة واحد يقدر يساعد الثاني ان يفوز تخلص اللعبة يلا نلعب قيم ثاني ما ادري عجازة مبسطيها بس تقدر تشوف لها فيديوهات اللعبة يعني لها اشهادات كتير في ناس بالنسبة لهم اللعبة دي كل ما لعبوها اكثر عجبتهم اكثر ما ادري كيف الكروت الصراحة تسوي تنوية لان زي ما قلت بعض الكروت تزيدك ان رود بعض الكروت تستخدمها تسوي دمج للكل وتدمج نفسك من ضمنهم فتقدر انك يعني اذا شرعت الكروت تتلاعب شوي بفرص ولا تزيد بعض لانه والله او اقدر اعطي دمج اكثر اقدر هي النفسي اكثر اقدر السفيد اكثر من الرمية هذه انك تسي لنا بالنسبة للي اللعبة عادية جدا اقل من عادية لشان توكيو لشان توكيو اللعبة الثانية رومبل نيشن اللعبة مقطوعة باللغة الانجليزية هم فيها منها نسختين نسخة ياباني انجليزي ونسخة ايطالي فرنسي احنا الاولى مي بيابانية اللعبة صحي لا 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 رومبل نيشن يابانية شف مفارقة توكيو مي بيابانية بس رمبل نيش انت بخريطة اليابان يعني وستل على أساس تيم ياباني بس ما في أي تيم يعني كان في لاعب اسم نسمي نفسك كامورا نرويجي طيب وبعدين عندك لاعب ياباني زي اللي ما دني سيتسمه زي اللي سنيك كل شي هذا في لعبة سريت فايتر صدق يعني ده سابقين يعني لو لعبوا ضد بعض جا واحد زي ما يديش السار شجع الياباني بس ري قاعد يشجع تكمورا ما ديش اسمه ايه وهي حسب الياباني ويفرح له إذا فاس طيب اللعبة لهذه رمبل نيشن مقطوعة للأسف اللغة النجيزية وأشوى أني موقعت برفخ وشريتها لأنك تلقاها بسعر مرتفع النسخة الإيطالية تلقاها وصيت واحد من شباب كان في إيطاليا موجودة في المتاجر وموجودة في موقع الناشر بعد بس ما دري كم تكلف الشحن بس ما دري كم تكلف الشحن ما تحتاج اللغة طبعا أبدا استونادة استونادة هذه كانت حقة فرنز ما يدري مش شيء استونادة كده يقولنا يعتقد أنها سبب ظاهر من اللي كان يقولها؟ هذه الضارة جوية ما أذكرها وتصدق نيمكن مسلسلة ثانية ترى لا أتدقق مرة أنت قد حد تذكرها هو اليكيد راسيوم كان عنده أوناغي تذكر؟ أين أوناغي معروفة هو ترصدق أوناغي معنى هذا السوشي ويمكن لها معنى ثاني المعنى اللي هو كان يقوله أبو أوناغي؟ ما أدري يمكن بس الثاني أيه يعني يعني هم يقولون لهذا شيء في السوشي كذا ما كان يقول إيه هو أيضا كذا كان لا يعصب أردت؟ هم الحلقة زينة شفوها طيب فرامل نيشن ما تحتاج لغة انجليزية بتقدر تشتريها موقع الناشر بحث عنها اسم سحابي ما أدري وراء سيتش فيه 12 كارتس في اللعبة تحتاج كل جيم تستخدم منها على عدد اللاعبين أصلا اللعبة شيء من اللاعبين الأربع اللاعبين مرسوم عليها بشكل واضح وش تسوي وبالرول بوك واحد بس يعرف فيه قرار الإنجليزي موجود كل كارت مشروع فلولقيت الرول بوك بالإنجليزي في موقع بورد جيم جيك صفحة اللعبة تقدر أنك تشوف كل كارت وش يسوي تشرحه وخلاص مرة ما تحتاج لغة يعني وكانت 25 يورو فكرة اللعبة لعبة سريعة جدا فيها نظام البوشير لاك كل واحد عندها عدد معين من الكيوب خلنا نقول مثلا 25 كيوب أو مكاعل باللون حقه وفيه خريطة خريطة اليابان مقسمة 10 مناطق 10 منطقة الله ما أدري لأنها مرقبة من 2 إلى 12 وفيه دوائر هذة اللي هي بتحدد المناطق تأخذها وبشكل عشواء يتوزعها على المناطق هذة هي تحدد كل منطقة كم تساوي من نقاط في اللعبة كل جيم بتصير موزعها بشكل عشوائي اللي بيفوز بمنطقة رقم 11 أخذ 12 نقاط المركز الثاني أخذ 6 نقاط وهكذا بس كيف تلعب اللعبة فيه وطبع زي ما قلت الكروتو بينكشف على عدد اللاعبين فلس واحد فإذا كنتوا أربعة بتصير خمس كروت مكشوفة للكل يجي دورك عندك ثلاثة روت بترميها دائما بتختار منها نردين تحدد المكان اللي بتحط فيه الكيوب ونرد يحدد كم كيوب بتحط إذا الرقم واحد أو اثنين بتحط كيوب واحد ثلاثة أو أربعة بتحط كيوبين خمسة أو ستة ثلاثة كيوب وهذه طبعا مهمة جدا ودائما لك فرصة منك ترمي كل نرود تسويها ريرال مرة واحدة طبعا أنت علي أول شي أنت إذا رميت ما تقدر تتحكم مش الرقم اللي بيجيك بس تقدر توزن شوي يلا وأبغل نردين دي تقديم المنطقة دي مع كم كيوب هنا شوي عندك نوع ما مبحظ مية بالمية عندك القدرة أنك تسيطر شوي على حظك بس إلى حد معين والبديهي أنه بما أن رقم 12 10 11 تمثل النقاط فدائما أنت بغى تسعى للرقم الأعلى وتترك الأرقام الصغيرة رقم 2 النقطة تعمل هفايدة ولكن عشان يكون فيه موازنة في الموضوع الأرقام الصغيرة دائما طبعا المعارك تبدأ من الرقم الصغير للأعلى أول مكان يصير فيه ريزولف للحرب هو رقم 2 بدين 3 بدين 4 أنت إذا فزت برقم 2 رح تنتشر يجيكي تدعيمات مكعبين بكل منطقة محيطة أنت بتواجد فيها فلو رقم 2 جم رقم 12 أنت موجود بـ 12 وموجود بـ 2 فزت بـ 2 أوكي تاخد نقطتين مالها قيمة بس قويت نفسك بـ 12 فأنا دائما تبغى تحرص أنك تكون تفوز بمناطق صغيرة عشان تقدر تتوسع في المناطق الكبيرة بس مرة ثانية هي تتوزع بشكل عشوائي في كل game فبعض الأرقام تفقد قيمتها أحيانا وبعضها كلها قيمة أكثر على حسب تواجدها في الخليط طبعا زي ما قلت في دورك تبسر من ثلاث نرود تقري رول تحط الكيوبز حقتك تستمرون وتلعبون دائما عندك الخيار بدورك قبل لا ترمين نرد أنك تستخدم واحد من الكروت الكروت بعضها حرك من الكيوبز حقتك من المكان المكان مجاور بعضها أضف من برة للمكان الذي يتموجود فيه بعضها شل من الكيوبز حقتك بعضها بدل الكيوبز من لعبين ثانين أو حرك الكيوبز من لعبين ثانين للمكان ثاني فأنت قاعد شوي تغير شكل البورد بالكروت هذه بس أنك كأنك تسوي سكيب بالدورك ما ترمين نرد واضي في الكيوبز بس استخدمت كيرت الكيرت يستخدم مرة واحدة فنوعا ما أنت وقاعدين تتسابقون على الكروت تخدم الكيرت ترمي بره اللعبة الشغلة الثانية اللي برضو لها تخلي شوي فيه سباق مع الزمن وتأثر على اتخاذ القرار عندك أنه كنت قبل لا ترمي أو تبي تستخدم الكروت بس تبغى تشكل نفسك في البورد قبل لا تستخدم كيرت بس بمجرد ما واحد يخلص كل الكيوبز اللي عنده تنلغي الكروت كلها ديس كارت هذا واحد فأنت إذا تبي تستخدم كيرت دائما لازم تشوف الباقين كم باقي لهم الكيوب عشان تحدد هل لازم استخدم الحمولة إذا هو ضروري الشغلة الثانية أول واحد يخلص الكيوبز حقتها دائما هو اللي يفوز بالتعادلات اللي هو موجود فيها فأنت صحيح أنك إذا خلصت أول واحد بدري معناته غالبا أنك ما استخدمت كروت فضحيت معناته برضو أنك ما تدري الباقين وشوان بيتوزعون فممكن تتضرر يعني والله أنت خلصت عصاما الحين أنا أقدر أقول والله مع عصاما أنا ما أقدر أفوز المكان ذاك وسأقدر أفوز ذا بركز بحاول أني قدر المستطاع أخوز المنطقة دي بشكل أو بآخر وفلان والله لا يركز على المنطقة الثانية فأنت ممكن قاعد تضحي أكثر من اللازم بس أي تعادل يصير لك طبعا ما الواحد يخلص وبدأ الثاني وهكذا يعني الأولوية بالتعادلات على حسب السلسل من خلص أول وبس هي اللعبة مرحلتين مرحلة الأولى نلعب اللي هي بعد ما نخلص كلنا نبدأ نسوي ريزولف والله صار الحرب هنا من اللي فاز خد النقاط من اللي فاز هنا خد النقاط خلصنا نحسب نقاطنا يلا في العنفاز خلصنا جيم ثاني يلا جيم ثاني سريعة مرة سهلة مرة وعشانها سريعة وبسيطة ورخيصة مرة إذا خدت إيطالي ورخيصة مرة إذا خدتها في الإيطالي فالشيء هذا يخليها يعني يخليك شوي جانب الحظ فيها يصير عادي بالعكس رهيب أننا حيانا ما أنت بتلعب لعبة لمدة ثلاث ساعات والحظ هو اللي يحدد كل شيء أو يحدد أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة من نتيجة اللعبة لكن إذا قاعد ألعب لعبة زي كذا وحتى شعور القهر اللي يجيك يرحك اللي يصير فيه كذا الغبنة وغالبا أنت ممكن تسويه بأحد صار فيك الحين وبالدور الجاي أنت غبنت هذا فدائرة من الغبنة قاعد أطير من من اللعب مرة ثانية زي من أطلي اللي غير سارفت الوقت تلقي ضحية واحدة في البداية يمكن ضحيتين بس بدل تقدون ثلاث شهور تلعبون للعبة شوي يعني موضوع يستنزفك كذا في مليون هاوس رول للعبة كل واحد يعدلها على اللي يناس في قروبه هنا لا اللعبة نص ساعة بالكثير يعني يلقر من نرد يلا وزع واش صار قهر اللعب قام ثاني يعني لعبة رهيبة ظريفة صراحة رمبل نيشن تصلح كذا اللي بسيط ثلاث لاعبين حلوة أربع لاعبين حلوة لاعبين ما لعبتها صراحة وحس إنها ما أدري ما تخيل إنها بتصير مرة رهيبة لأنها تخيل بصير في مناطق كثير بشكل تلقائي يمكن تكون استراتيجية أكثر ما أدري إن مناطق موزعة بين كنت واحد بس ما جربت صراحة والله يبيلي أجرب أربعة زحمة يعني يبيليك تصير عندك خطة واللي إلى حد ما لأن الحق بالأخير بيأثر ثلاثة في مجال للتنفس أكثر في انتشار أكثر شوي انتصراعك مع هنا معنا مع هذا شوي مع هنا توزيع شوي فهذه رمبل نيشن وكينغ في توكيو كينغ في توكيو فقط تقلها في كل مكان في العالم يعني لعبة تعتبر مشهورة وتنبع في كل مكان لها مليون نسخة في الظاهر نيويورك كينغ في نيويورك شيء بقيت تقول نيويورك توكيو في ظاهر كينغ في نيويورك ممكن ترى أمريكا مليانة مليانة مدن عادي تشوف مثلا لندن أنتاريو مثلا مكة حتى الظاهر فيه مكة ولا شيء يعني هم تواهقوا يوم راحوا يحتلون أمريكا الشمالية لازم يطلعون اسمها واجد فاللي أخذوا أشياء من بلادهم اللي أخذهم من حول العالم اللي أخذهم من شكان الأصليين يعني إذا سمعت أشياء مثلا زي ويتشتا ولا شيء عادي ممكن يكون بس ترى كل ذا صرف لك أنه ممكن توكيو نيويورك نيويورك أهلا بس كانت تصير زلت لسا كينغ في نيويورك في نسخ كثير ما تفرق عن بعض اللهم الشكل بس يعني يمكن كيدا اليوورك ودرقات الكروت شوي بس إذا أنت ما قد لعبت ولا شيء ما راح يفرق معك ولا شيء آه فيا نزلوا نسخة جديدة يفترض أنها تعاونية ما أدري الصدق أنا ما تحملتها ولا ألعبها مع أخيائي ضد بعض أروح ألعبها باللعبة بس قلنا نذكرها إبراءا للذمة يعني كان لعبة خفيفة برضو ما تاخذ وقت هذه البورد جيمز حقه اليوم عندك أي إضافات أستاذ أصام هو أنا فقط قلت لواحد قلت لها يعني قلت لها عندي بودكاست بوز أنا أرسلي رابطة قلت ترى يعني ما يميز أنه في بورد جيم قلت لها يا شيخ أنا عندي اهتمام ببورد جيمز قلت يعني مفروض ماك عارف من زمان بس يلا فأرسلت الرابط فأشوف شي قول يعني عنده رد لك ولا عنده شي ولا والله انترسين يعني نحس البورد جيم فيه ناس واجد عندهم اهتمام بس مو بشرط أن يعني نقدر نصلهم بسهولة عرفت هو صدق ماركت ولا يعني سوق يعني ما أعتقد فيه واجد مواقع لفودكاستات محلية عندنا تتناول يعني هو فيه اهتمام ولاحظت انه فيه اهتمام اللي البعض يعني يشوف انه يصير مهتم مو بي واحد يعني ما عليش ريان دويش ترى مو بي واحد ايه هذا موضوع آخر لا لا صدق يعني أنت يعني أكيد عندك خبرة وذي يعني ما مو بطقطقة أنا أثق أنه كنت يعني مريت على واجد وكونت رأيي بناء على الأذواق تختلف بس أثق في أنه كنت عالقل سويت بحثك وجربت أشياء واجد وما تكلم لأنت متأكد ويطول لأمرك وعاد أرسلي هدية بعدين هدية إن شاء الله بإذن الله يعني يوم ولا بكرة قوة ما تنشرح حلقتها ولا ما يبناشرها نحن بطريق إن شاء الله رعليك رعليك أوكي طيب أعطيك العافية السلصم الله يعافيك وما أدري شوفكم السنة الجاية تعرف النقطة البايخة نشوفكم السنة الجاية يا أخي من العام نسجل القلوف والله من زمان ما سجلنا من العام ما سجلنا يا الله يعين أوكي طيب أعطيكم العافية للسماع ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة من بودكاست البازل السبوية الجاي إلى اللقاء